بسم الله الفتاح العليم والصلاة والسلام على رسوله الكريم نتمنىكم أخوتي تكونوا في تمامي الصحة والعافية وكالرحب بكم من جديد في قناة حلوية أم آدم وإيد واقتراح اليوم إن شاء الله مش يكون اقتراح رائع جدا عبارة عن سيجار بحشوة رائعة والديدة بزف والعجينة أخوتي هي العجينة المسمن كالجينة قرمشة وهشاش ووزالين إن شاء الله ستجربوا الوصف ومش تعجبكم بزف 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 وما تنسوني شي كذلك ما التعليق ديكم الجميلة ولعجبكم فيديو تخليوا لي واحد لايك صغيرة تبرتجوا الفيديو مع الأهل والأصحاب والمعارف الليك تعرفون كاملين لو ما نطول شي لكم ماشا نخليكم مع المقادر وطريقة التحضير وفرجة ممتعة ونبدأوا بالمقادر للعجين دينا هو أولا أخوتي عندي هنا 1-350 جرام من دقيق الأبيض دقيق الرطب عندي ملعقة صغيرة من الزبدة زبدة مارغارين سوى اللي كان ناكله لا مشكلة كميات الملح المناسبة يعني واحد شوية مشي بزف سوف يبدو عن جمعه عفوا بالماء البارد أخوتي حتى نحصله على واحد العجينة يعني ما نخففوها شي بزف طما كتعرفوا العجين دي المسمن يعني كنعملوها قاسح شوية حيث من بعد كيتلق راسو ما يكيرتح كميرتح كيتلق راسو كيتلق راسو كيتلق راسو بيدو عندما تشاهد معي القوام ما يكون شي خفيف باش حتى ما يتصرحوا المسمن ديكم على شكل مربعات لا تتعذبوا شي في العجين يكون العجين قاسح واحد شوية صافي المقادر للعجين جد بسيطة ومعروفة أخواتي مش نجمعها وعندلقها واحد شوية كما أملناكم ما تقدروا شي ما تدلقوها شي باتاتا تعملوها عفوا بلاستيك وكذلك راسو بيدو أنا عيبغيت يعني كيعجبني نخدم مع العجين هكا صافي مش نعركها عي واحد شوية ونخليها ترتاح إن شاء الله صافي هنتم كتشوفوا كرجع الكسعة ديالها وكندهلال وجه ديالها بزيت المائدة لها الشكل هذا صافي ونغطيها بواحد بلاستيك الغذائي ونخليها ترتاح جانبا ونمشيوا باش نحضروا الحوشو ديالنا إن شاء الله بالنسبة للاقتراح للحوشو أخواتي صافي عندي هنا واحد بصلا كبيرة مش اللي ضع لها الشكل هذا مش نشحرها بزيد الزيتون مش نشحرها مزيان حتى نشوفها نزلت عادي نزيد لها الموكونات آخرين أخواتي صافي عندي صدر الججاج أخواتين عندي كيميات 250 جرام ولكن يبقى كيميات الحشوة والعجين تشوفوا على أفراد العائلة إذا عندكم عائلة كبيرة تحتاجوا كيميا أكثر بطبيعة الحل عندكم عائلة صغيرة أخواتي العطريات خاصة بالدجاج يعني كنشرها واجدة سوف يزيد معها بودرة البصل واحدة القليل من ثوم بودرة صحتر كذلك و شوية المعدنوس سوف نخلط الجميع حتى نسجمه جميع المكونات على هذا الشكل هذا والجاج راه ضغياء كما يأخواتي كما يأخواتي كما تعرفوا سوف نغطيه و شوفتوا أخواتي يتلقى الماء الراسة لما لا يوجد شيء فقط غطيه بشيء اغلاقه و يتلقى الماء كما شوفتوا كما شوفتوا ثم نقوم بشيء نجد الشعرية السندية نجد الشعرية السندية ونصبعهم نجد ملعقة صغيرة نضيف 1 دمد اضيف 1 دمد اختياري اختياري انا ما بقيتو هاشي مشي مشكل وعنزيد هناين معدنوس نقطع صافي ونخلط جميع المكونات اخواتي على هات الشكل هذا وشفتوني اخواتي مستعملش الملح حيث عنستعملو كنور وعنستعملو الزيت والاخضر وكذلك العجنة دي اننا عنا فيها الملح يعني ما تكتروش الملح بزاب باش وانا تحديد الحر او السودانية حسب الاختيار او حسب الضوغ ديكم كذلك مش نضيف هنا يا زيته الاخضر اللي قطعته للدوائر او القطع صغيرة سوف يخلط لك شي كان طاهي يعني اخلطت واحد شوية متلو حد شحيرة خفيفة وطفيت له سوف يعملت الحشوة دي في واحد الاناء وزيت عليها هذه الشاري الصينيان بعدما استقطرتها مزيان اخواتي قطعتها القطع صغيرة بالمقص سوف تكون حشوة نواجدة على هذا الشكل و هنا كاميرا تصور شكلت العجن الى كوائرات مهمة و لا تعرفوا الطريقة المسمن كل شي يعرفها نشكل كوائرات صغيرة بهذا الحجم تلاحظوا معي تكون كوائرات صغيرة نعملها كبيرا نعملها كبيرا نعملها كبيرا نغطيها نجدها تبرد نجد الحشوة تبرد نعملها كبيرا يجب أن الحشوة تكون باردة لكي لا تقطع العجين نستعمل زبدة طرية بلا تدوبها لكي تكون طرية نعملها كبيرا نعملها كبيرا نعملها كبيرا نعملها كبيرا ونبقى الثوراق ضحوة الزبدة فرحة زبدة بومادة نبدأ دهن her الضبدة ونحن نجد الطيف ونبقى زبدة كما تنيبون مكتبون من الصيغار نستمر الاسطن على الاسطن على الاسطن سوف نكمل الاسطن على الشكل سوف نكمل الاسطن على الاسطن نستعمل الزبدة نكمل جميع الوحدات نستعمل الزبدة نستعمل الزبدة نقوم بتحضير الوحدات نستعمل الزبدة نقوم بتحضير مربعة نقوم بتحضير كبير نستعمل الكيمية خلال صغير نقوم بتحضيل كميات نقوم بتحضير الجواني نقوم بتحضير الموضوع نضيف المالح نضيف المالح نضيف المالح فقط في العجينة المسمن نضيف المالح أن نضيف المالح نضيف المالح نضيف المالح سوف نكمل جميع الحبات التي لديها 12 حبات السيجار بعد جميع الكيمياء لديها واحد البيضاء لديها البابريكا او تحميرها فقط لديها اللون الذهبي للسيجار سوف ندهنه على هذا الشكل سوف ندهن الفرن من الأعلى و من الأسفل على 200 درجة سوف نقصها إلى 150 درجة سوف ندخلهم في الفرن سوف ندخلهم في الطبق التقديم هذا الشكل نهائي للسيجار سوف نطلعهم في الجنوب و سوف نطلعهم في الجنوب رائعون محمرة وضعهم وهشاشين و قرأت أخواتي ما给كم نطلعهم في الجنوب انتم سمعتوا اخواتي واحد القرمشة رائعة ما شاء الله وكما تلاحظوا معي في الوسط يعني ما تجيش العجين مع الجنة او لا خضرة فقد خذكم تورقهم زيان باش كي يدوبوا في الفوم بحل يتقون مع الدليم بالعجين المغرق الوصفة رائعة تستاهل تجربة ديكم مليون في المئة اخواتي كانت مني شاء الله إنا الاستحسان ديكم هاد الفيديو هذا وكذلك اخواتي تقدروا تشكلوا هاد المالح ديكم يعني تشكلوه بالاشخاص اللي بغيتو سواء بسطيلات على هاد الشكل هذا او لاب ريوات مهم الحدقات ما شاء الله عليكم يعني متفننين في الوصفة ضد ديور ديكم كنشكركم بزه 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 على التطبيقات ديكم على اتقاد يكون في وفي القناة وفي الوصفة اللي كانعطيكم مش ندرب لكم موعد إن شاء الله في الوصفة القادمة مع فيديو هاد القادمة تهلوا لي فرسكم ومع السلامة